للحديث عن هذه الاتفاقية وتفاصيل أكثر باسمكم يسرنا أن نرحب بمعالي المهندس خالد المدفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين مهندس خالد أسعد الله صباحك وبودي لو تطلعنا والسادة المشاهدين عن الاتفاقية ومستهدفاتها شكرا شكرا للأخبارية وحن في هذه الأيام وكل عامنتم بخير في هذه الأيام المباركة نستذكر الانجازات المؤسس المقفول لها الملك عبد العزيز الله يغفر الله ويرحمه إلى عهد خادم الحرمين الشيخين الملك سلمان انجازات كبيرة جدا وهذا اليوم نحتفل باللقاء بين البرنامج والوزارة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين قطاع واعد وقطاع نأمل أن يكون نعمل وترتكز الرؤية على أن تجعله القطاع الثالثة والركيزة الثالثة للصناعة في المملكة ولله الحمد بداية من هذا العام ببدأنا فتح الاستثمارات وهناك اهتمام كبير محلي وعالمي هناك الكثير من الطلبات تلقينا العديد من الطلبات واصدرنا الكثير من الرخص ما يزيد عن 500 رخصة كشف منها حوال 110 رخص كشف ستت هذا العام هذا لستة الشهور الماضية وهذا تبين اهتمام الكبير من المستثمرين في قطاع التعدين إضافة إلى خدمات التعدين وإن شاء الله بدأنا التركيز على الاستثمارات الأجنبية وعملنا عليها وهناك عديد من الطلبات الاستثمار الأجنبية منها ما شاهدتو هذا اليوم أن تكون بداية وتركيز للعمل مع المستثمرين والمستثمرين العوائل الكبيرة في المملكة العربية السعودية للاستثمار في هذا القطاع الواعد مماشية الله بعد تأسيس البنية التحتية الأساسية التي هي النظام وما تم إنشاءه والرقابة حيث يرتكز استراتيجية الوزارة على المحاولة الأساسية للتعدين اللي هي المستثمر هذا اليوم نلتقي بأحد المستثمرين والمجتمع والبيئة والاستدامة اللي هي أساسية لتطور التعدين مع المهندس الوزارة تهم بعقد مؤتمر كبير في يناير المقبل لو تطلعن على هذا المؤتمر مستهدفاته طبعا المملكة العربية السعودية هناك اهتمام كبير في الاستثمار في المملكة في كل نواحي الاستثمارات وقطاع التعدين كما ذكرت أنه قطاع واحد وكبير إن شاء الله فهو إن شاء الله يجذب المستثمرين والهدف أن تكون هناك قمة تعدينية عالمية حديثة تركز على المملكة العربية السعودية وتعدين في المملكة العربية السعودية وكذلك شرق أفريقيا ووسط آسيا وجذب المهتمين لاستثمار في هذه المناطق وكذلك لتطوير التقنية في التعدين لتكون التعدين المستقبل وجذب المعادن المستقبلية التي يحتاجها العالم لإنتاج الطاقة النظيفة لسيارات الكهربائية وهذا هو مستقبل التعدين فهذه المنصة التي ستكون أول مرة تعقد في العالم ستكون منصة للجميع ليلتقي فيها للتخطيط للمستقبل واستكشاف فرص التعدين في المملكة وكذلك في المناطق المجاورة التي هي الشغل أوسط وشرق أفريقيا ووسط آسيا مع المهندس خادم ديفر نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية شمال تعديل نشكر جزيلا لك شكرا لكم وشكرا للأخبارية نعم زميلي عبد المجيد هذا ما أفاد به المهندس خادم ديفر نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية لشؤون التعدين كما أسلف المهندس أن الوزارة أصدرت أكثر من 500 رخصة التعدين خلال الستة أشهر الماضية ومن هنا نستقرأ التوجهات الكبيرة من الوزارة لتنشيط هذا المجال في المملكة والاستفادة منه أي ما استفادة لا سيما وأن اليوم شهدنا توقع مذكرات بينية ما بين مستثمرين خارج المملكة عن طريق الاتصال المرئي والوزارة في عدة مجالات بالتأكيد سعود خلال الشهر الماضي يمكن شهدنا أولى مبادرات مشروحات المسح الجيولوجي في الدرع العربي بتكلفة 2 مليار دولار وبالتالي هذه تأتي في إطار اهتمام المملكة في رؤيتها 20-30 في إسهامات قطاع الصناعة والتعدين بـ 15% من الناتج المحلي شكرا لك